بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد واستاد الأهل نهاردة هنتكلم على الجولة الـ 12 من عمر وزمن الدوري على العام المصري وأيضا هنطل إطلالة على باقي أخبار النادي الأهلي بكل الإختصاصات ومعنا إطلالة برضو في الجولات العالمية في كرة القدم في البداية أسر قناة النادي الأهلي وكل الأهلوية بينعوا طبعا وفاة المشجع الكبير للنادي الأهلي محمد عبدالغاني الشهير بوزة عموزة واحد من الناس اللي كانت بتحب النادي بجد كان تعشق طراب النادي الأهلي على طول موجود في المباريات بنقول له البقاء لله وربنا يرحمه وعلى يعني ربنا يصبر أهله ويعني إن شاء الله يكون في الجنة عموزة كان موجود مبارح في لقاء النادي الأهلي وحتى وهو كان تعبان ولكن حب النادي الأهلي دائما وأبدا في قلوب كل الأهلوية أيضا في حاجة جميلة حاجة مشرفة عايزة ابتدي بيها لأن هذا قادي قدام حضراتكه صورة عموزة ربنا يرحمه ويجعل يعني مسواه الجنة ويغفر له زنبه ويعظم له أجره واحد من الناس اللي فعلا فعلا بتحب النادي الأهلي حب للجنون ربنا يرحمه ربه ويصبر أهله هروح ليه حاجة مشرفة حاجة جميلة حاجة مبشرة ربعنا الكبير محمد إيهاب وأيضا بطلتنا صارة سمير محمد إيهاب خد ثلاث ميديليات زهبية بسم الله ماشاء الله بطل فعلا من حديد بطل من حديد في رفع الأسقال وزن سبعة وسبعين خد ثلاث ذهبيات خطف وكلين ومجموعة محمد إيهاب بسم الله ماشاء الله نموذج مشرف لواحد بيتحدى كل الصعاب يعني الرفع اللي حضرتك شايفها دلوقتي دي مش بس هو بيتحدى الوزن مش بيتحدى الوزن اللي هو رفعه ولكن هو بيتحدى كل الظروف كل الإمكانيات كل الدوافع هو بيتحدها نموذج من الإصرار والتحدي بصوا كل الربعين التانيين بيتمرنوا ازاي ومعسكراتهم ايه ولكن هو بسم الله ماشاء الله عنده إصرار عنده تحدي عنده قوة ومؤمن بإمكانياته ومؤمن طبعا بربنا سبحانه وتعالى فربنا بيوفقه ويعني طبعا بنقول لمعالي وزير شباب الرياضة دكتور خالد عب عزيز وأيضا المختصين في اللجنة الأولمبية هذا الرجل أمان في أعناقكم ده أمل مصر في الأولمبيات ده أمل مصر في الأولمبيات وهو وربعاتنا صارى سمير اللي عملت زهبية في وزن أيضا 69 كيلو اللي اتنين أمانة في أعناقكم شعب مصر عم يحتاجهم في الفترات الجاية عشان يبقى إن شاء الله عندنا استكمال للمديليات الزهبية في الأولمبيات إحنا محتاجين يا رب كده يكون في معسكر إعدادي جيد لهم توكيو الرابط 2021 خلاص الرابط فمحتاجين هؤلاء معنا في هذه البطولة بطولة الأولمبيات محتاجين ميدالية زهبية ومصر مش كتير عليها صراحة أن يكون عندها ميداليات زهبية وخاصة لما يكون عندك أبطال بهذا الوزن أبطال بهذه الطموح بصراحة إصرار وعزيمة مش موجودة إلا في المصريين أنا أقول لحضراتكم سواء محمد إهاب سواء صار سمير مقارنة بالحواليهم الدول المتقدمة وبنفسه ربعين على أعلى مستوى ربعين من روسيا وربعين من أوروبا الشرقية هم أوروبا الشرقية أقوية في لعبة رفع الأسقال وأيضا في الولايات المتحدة يشوفوا دول إيه ودول إيه ولكن الإرادة والتحدي والإصرار ده نموذج لكل شاب نموذج لكل شاب في أي رفع هم بيرفعوه هم مش بيتحدوا بس الوزن وما بيتحدوا أنفسهم ويتحدوا كل الظروف عشان يبقى بطل وعشان يجيب ميداليا لمصر ألف ألف مبروك لهم وربنا كده يزيد ويبارك في كل الأبطال كلم مع حضراتكم النهاردة كان في مباريات الإسماعيلي تعادل مع بيتروجيت بدون أهداف مباراة كانت صعبة على كل الفرقين ولكن بيتروجيت يستعيد التوازن كان فيه فترة من النتائج الغير جيدة بالنسبة لكاتل محمد يوسف ولكن استصاع أنه يقتنس نقطة مهمة جدا أمام ديصابر الإسماعيلي في أستاذ الإسماعيلية وبيوقف نادي الإسماعيلي إلى حد ما أيضا الاتحاد ووادي دجلة أربع أهداف مقابل لشيء للاتحاد نتيجة قاسية على كابتن أحمد حسان ميدو المدير الفني لوادي دجلة ويبدو أن الاتحاد ابتدى يفوق من الكبوات أربعة مقابل لشيء نتيجة هيفس كور بالنسبة للاتحاد السكندري ما ستركه بعد قليل في المقولين وسموحة التي تعاقد مع الكاتل طلعت يوسف في القيادة الفنية وأقال المدير الفني اشتراكة التشيكي يبدو أنه لا يوجد اقتناع بالنتائج خلينا نتكلم أنه ابتدى الأسيوتي في الجولة بهدف مقابل لشيء أمام طنطة ثم تعادل الرجاء مع الزمالك في واحدة من المفاجآت صراحة كانت من مفاجآت الأسبوع الاثناشر ولكن صراحة برضو فرقة الرجاء يمكن تحدثنا عليها كثيرا في استاد الأهلي وكننا شايفين أن المؤشر في الصعود سواء في أداء أمام سموحة أمام ودي دجلة أمام الأسيوتي أمام الفرق اللي الرجاء ابتدى يشتغل أمامها وكان بيحصد تعادلات وكان ممكن يخسر فيه الدقيقة الأخيرة واستطاع الرجاء أنه هو بعد محقق أول فوز في الأسبوع الماضي أنه يتعادل مع فريق الزمالك في واحدة من المفاجآت وفريق الزمالك ابتدت يبقى فيه إقالات لباقي أعضاء الجهاز الفني ولسه فيه إبقاء على نبوشة ولكن يبدو أنه فيه مشاكل فيه مشاكل جوا نادي الزمالك من ناحية الأدارة الفنية ومعتقدش أنه هتكون المشاكل فيه المساعدين يعني دايما المساعد لو هو فيه مشكلة بيبقى المدير الفني خاصة لما بيكون أجنبي بيشتكي منذ البداية بيقوله الرجل ما بيطبقش طريقتي يعني في الأول في الآخر مدير الفني الأجنبي هو له فلسفة وله طريقة هو اللي بيحط الخطط هو اللي بيحط التشكيل هو بيحط طريقة التمرين هو بيخط يعني أغلب أمور الفريق بتبقى فيه إيده فلو كان فيه مشكلة أصلا فيه المساعدين كانت بنت من الأول كان بنت من أول أسبوع بنت من أول شهر ولكن يبدو أنه لسه فيه مشاكل فيه طريقة نادي الزمالك هو هنتكلم أيضا بالتفصيل مع نجومنا القبار وضيفنا القبار كابتن مصر النادي الآلي كابتن ربيان كابتن مصر النادي الآلي كابتن محمد حشيش النادي الآلي يتفوق على ويفترس MPB ربعية مقابل هدف وكان ممكن النتيجة دي تبقى أكتر من كده بكتير نادي MPB فتح خطوطه أمام أحسن فرقة في مصر أفضل فرقة بتلعب كرة في مصر ومش في مصر بس كمان في أفريقيا نادي الآلي ما شاء الله عنده فريق على أعلى مستوى فنيا وبدنيا وأيضا مع أحسن مدرب في مصر كابتن حسام البدري نتائجه بين أمام خاصة أمام المدربين الأكفاء وأيضا أمام الفرق القوية بس نتائج كابتن حسام البدري وانت تعرف المؤشر رايح لفين منذ الموسم الماضي الموسم الماضي تفوق على كل المنافسين وهذا الموسم ما شاء الله ماشي بنفس الخطة تفوق على الإسماعيلي تفوق على المصر وأدي MPB وكل المؤشرات بتسير في المسار الجيد والصحيح بالنسبة للنادي الأهلي لأن دائما وأبدا بطولة النادي الأهلي المفضلة هي الدوري العام 39 بطولة ولكن كل الأهلاء يقول لك ولازم يكون في مزيد ده من أبرز الحاجات اللي نتكلم فيها مع حضراتكم خلينا نتكلم نروح لتصراحات كابتن حسام البدري اللي تحدث بعد لقاء MPB قال أننا كنت متوقع طريقة أداء MPB وإصرار اللعيبة وراء الإلفوز الكبير هو لأول شكر كل اللعيبة على الروح والإصرار اللي ظهروا فيه في المباراة وجعل الأهلي بيحسم هذه المباراة بنتيجة كبيرة وقال أنه هو توقع MPB أنه يلعب بطريقة 3-4-3 أنه كان لعب أمام النادي الإسماعيلي بهذه الطريقة فكان طلب هو من العيبة النادي الأهلي أنه يطبقه طريقة الضغط العالي الضغط العالي أنه يضغط على المنافس من بداية الخطوط وده ظهر كتير جدا وكان فيه فرص أوطيحت لنادي الأهلي منذ البداية عن طريق هذه الطريقة ولكن في الأخير كسب النادي الأهلي بأربع هداف كان سجلها سعد سمير واللعب وليد أزارو وجونير أجايي وأحمد الشيخ كانت ربعية جميلة بالنسبة لفريق النادي الأهلي أمام فرق فريق ليس بالضعيف أيضا كابتن سادح حفيز قال أنه نادي الأهلي قدم ماتش طيب أمام MPB وبيحترم كل فرق الدوري وقال كان بإمكان الأهلي بخروج فوز أكبر من كده ولكن اللعيبة كان فيه فرص كتير جدا ضيعوها خاصة في الشوت الأول ولكن نادي الأهلي اللعب الماتش بيوقعها كبيرة جدا وكان مذاكر فريق MPB بشكل أكثر من رائع وأيضا بيبتدي استعداداته لمواجهة فريق الأسيوت وإن شاء الله اللي عنده طبعا مدرب جيد جدا وهو كابتن علي ماهر واحد من أبرز مدربين في الدورة واحد من أبناء النادي الأهلي كابتن سادح حفيز طبعا مع كابتن حسام البدري قرر توقيع غرامة مالية كبيرة على صالح جمعة عشان هو غيب عن مران المستبعدين من لقاء MPB يوم السبت دون الحصول على إذن من الجهاز الفني وهنا لازم نوجه نصيحة لصالح جمعة شخصية اللعيب وطريقة تفكيره هي اللي بتؤدي في النهاية أنت هتكون إيه ومصارك إيه مفيش لعيب على مستوى العالم وصل لأعلى المراحل وحناخد مثلا على المستوى العالمي كريستيانو رونالدو وميسي موهبة فوق الوصف ولكن بص على الشخصيات بص على الإصرار بص على الإرادة بص على التحدي ما اعتقدش أن فيه أي مدرب من المدربين سواء هنا أو هنا طلع قال إن واحد من الاثنين دول غاب عن تبرينة واحدة حتى ولو كان مستبعد دي حاجة الحاجة الثانية لو جيت بقى على صعيد النادي الأهلي على مدار المائة وعشر سنة يعني من أول مختار التتش وحتى الآن أخلاق النادي الأهلي بيبقى لها ضوابط خاصة واللي بيجتهد في التمرين واللي حتى لو كان فيه وجهة نظر فنية بعيدا عن رؤيتك أنت لازم تحترم رؤية الجهاز الفني ولازم يكون التمرين هو مشوار عودتك مرة تانية للمكان اللي أنت عايزه سواء عايز تشارك كأساسي عايز تبقى واحد من أبرز نجوم الفريق التمرين حتى لو كان تبريد مستبعدين هي اللي هترجعك إخلاصك ومجهودك داخل الميران هو اللي هيرجعك وأبرز مثالين تفرج على أيمن أشرف تفرج على صبر رحيل وهختص صبري لأن صبري كان بعيد فترة نفس الشيء بالنسبة لحمد نجيب ما حدش بيسمع صوتهم ما حدش بيسمع أن هم حتى لما بيعرف أن فيه تم استبعاده لوجهة نظر فنية أو مثلا عنده إصابة تسمع تصريح أو تسمع حاجة أو تسمع أن هو تغيب عن تمرينة وتفرج دلوقتي هم فين ما شاء الله صابر رحيل خد مباراة بعد مباراة بعد مباراة أثبت نفسه بقى له تواجد بصفة أساسية نفس الشيء إحنا ويعني دائما وأبدا نبتدي نتحدث عن محمد نجيب يعني محمد نجيب بيبقى بعيد فترة ولكن بيبقى مركز فلما بيجي له الفرصة بيمسك فيها وبيثبت أنه هو على قد قدر المسئولية واحد من اللعيب الرجالة جدا وده اللي بيخليهم دائما متوجدين في النادي الأهلي ودي نصيحة بنقولها السالح جمعة يجب عليك التركيز في مستقبل وشخصية اللاعب هي اللي بتأدي مكانته في الآخر هتبقى فين سواء مش بس اللاعب لازم يكون عنده مهارة فنية عالية ولكن يجب أن يكون عنده شخصية أيضا على أعلى مستوى في قيادته نفسه قيادة نفسه فإنه يكون على مستوى قدر نادي كبير جدا طبعا زي النادي الأهلي ندفد وكريم ندفد وميدو جابر بينتزموا في مران النادي الأهلي وكانوا تغيبوا في الأمسب عشان كان عندهم امتحانات باسم علي أيضا كان شارك وعمل مران منفرد وتغيب محمد الشناوي عشان كان يشعر بالإيجاد وفي تدريب استشفائي استعدادا للأسيوتي ده كان في مران اليوم وكان فيه اللعيبة شاركوا بشكل جيد جدا واللعيبة اللي هي ما كانتش بتشارك بصفة أساسية ويعني الكل كان بيكتكت في هذا التمرين لأنه لازم يوازن أن اللعيبة اللي خادت الماتش بتبقى عندها حمل عالي اللعيبة اللي ما لعبته الماتش بلازم تعود هذا الحمل بالتمرين أنه ياخده جرعات تدريبية يعود يعني يعدلوا نفس الحمل بحيث أن الكابتل حصال بدري فيه زل بقى تفكيره فيه المباريات وطريقة التدوري اللي نادي الأهلي بيلعب ماتش كل أربع تيام فمحتاج كل عنصر فيه القائمة أنت كل ماتش ممكن تلاقي عنصر أو عنصرين متغيرين ده مش عشان هم وحشين ولكن فيه لعيبة بتبقى محتاجة استشفى فيه لعيبة بتبقى محتاجة راحة فيه لعيبة بتبقى محتاجة أنها تخش داخل المنظومة وده اللي بيعمله الكابتل حسان البدري شفنا محمد هاني شفنا باكا الجنوب أفريقي شفنا وليد سليمان بيخش فيه المنظومة طبعا هو واحد من اللعيبة الكبار ولكن أنا بقول لحريك الفترة اللي جاية هتلاقي فيه تدوير لأن النادي الأهلي عشان دوري أبطال أفريقيا اضطر أنه بيلعب ماتش كل أربع أيام وده من الحاجات اللي قدت الموضوع سياسة التدوير اللي بيطبقها بشكل احترافي جدا الكابتن حسام البدري وحتى الآن ماشاء الله بيمشي بطريقة جيدة جدا وبخطوات جيدة جدا وبإذن الله يعني نادي الأهلي مع المؤجلات هتصدر الدوري بفارق مهم جدا وحيفرق قبل بداية الدور الأول وليد أزارو واحد من اللعيبة اللي محيرة بالنسبة للجماهير ولكن الكابتن حسام البدري مصمم عليه لأن وليد أزارو فعاليته في أنه بيخط نفسه في المكان اللي يقدر يحرز منه أهداف دائم التحرك أمام فرقة بتلعب ضغط بتلعب بدفاع متقدم زي أمبي واحد بسرعات وليد أزارو يحل لك حلول كتير جدا النفس الشيء بص هو بيخلي اللعيبة اللي حواليه سواء جونر أجهية عبد الله وليد سليمان الرباعي حتى عمرو السلية في مواطش الإسماعيلي تحركاته بتفتح ليهم مساحات كبيرة جدا زائد أنه هو آه بيجيله فرص كتير آه نسبة تهديف وحتى الآن خمس أهداف وممكن تشوف أنه يقولك طب ما هو بيجيب واحدة من خمسة هو الفرود رأس الحربة يعني لو بيجيب خمسة من الخمسة يروح يلعب بقى في الدوري الإنجليزي ويلعب فيه أكتر الدوريات في العالم لأن كل مهاجم فرص اللي هو تواجده داخل منطقة الجزاء فعاليته بشوت كم كرة كرة الاستلام بقى تحت ضغطه والتسليم والتسلم وشغله مع زملائه وخاصة في طريقة لعب الكابتل حسين البدري الفرود اللي هو رقم تسعة لازم يكون متعاون بشكل كبير جدا مع زميله لازم يكون بيفتح لهم المساحات لازم يكون هو كمان أكتف على المرمى يعني بيروح وبيهدف وده باين فيه تحركات وليد أزارو وده جونيور أجيه اللي الصراحة واحد من أفضل المحترفين اللي جون في تاريخ الدوري المصري صراحة لعيب عنده كل الإمكانيات عنده شخصية اللعيب اللي عارف أنه هو إمكانياته الفنية عالية ممتظم جدا فيه تدريباته عنده برود برود ده جاي من الحرفانة ودايما تلاقي جونيور بيعرف يتعامل مع أي لعيب يعني الوانتو اللي عمله مع عبدالله السعيد ده بيحصل في التمرين يمكن كل يوم وهتلاقي الوانتو ده بيحصل ما بينه وما بين وليد أزارو وهتلاقي الوانتو ده بيحصل ما بينه وما بين وليد سليمان يعرف يتعاون مع أي لعيب بيقدر بيلعب جنبه هو مسئل الأعلى كانو طبعا نجمه منتخب نيجيريا ونجمه آيكس والإنتر والأرسنل واحد من النجوم الكبار في تاريخ الكرة الأفريقية وليست فقط النيجيريا هو صراحة فيه كتير من كانوا يعني لمسة جونيور أجايي تحس كده بإمكانياته الفردية العالية وتحس كده يفكرك بالنجوم الكبار اللي جم في تاريخ الكرة المصرية وأنا صراحة بحط جونيور أجايي من أبرز النجوم الأفارقة اللي جم فيه تاريخ مش بس النادي العالي تاريخ الكرة المصرية يعني امتدادا بقى لأحمد فيليكس ثم جاء اللاعب فلافيو جيلبرتو دول من العيبة الأفارقة اللي لهم بصمات حتى مع جمهور النادي الأهلي لسه فاكرهم لحد دلوقتي ولكن أكيد كل جمهور النادي الأهلي بيعشق أجيئ حابب أنه كرة جيله لأنه يشوف منه لمسة جمالية وقادي كابتر حسينة بدري وما فعله مع وليد أزارو هو اللي خلى أزارو يجيب الجون حتى وإن كان أزارو لما أحرز الهدف كان متعجب أنه هو بيضيع بيقولك الكرة مش عايز تخش ولا إيه ولكن العمل وكابتر حسينة بدري وهو ده العامل النفسي والعامل النفسي من أهم جوانب كرة القدم كرة القدم فيها أربع عوامل إحنا دايما بنركز على التكتكس والتكنيك وطريقة أداء اللعبة وطريقة اللعب والجنب البدني ولكن في أوقات كتير قوي بننسى العامل النفسي العامل النفسي بالنسبة لعب كرة القدم وفي العالم مهم جدا فكابتر حسينة بدري اللي عمله مع وليد أزارو ده كان قبل ما يحرز هدف وكان له دور مهم جدا في أنه يخلي أزارو لأن العاب الكرة لما بيروح على المرمى كتير وبيضيع ممكن يعني يفقد إلى حد ما السقة ممكن يبتدي يتردد في كرة المفروض أنه يشوتها تلاقيه لعبها بالعرض أو العكس الصحيح فده التفويقة اللي فوقها كابتر حسينة بدري ليه وليد أزارو ده بيدي له السقة وبيدي له الدعم وخلاه يحرز الهدف ودلوقتي وليد أزارو بيحرز الهدف الخامس وبينافس على هدافي الدوري مع حسين الشحات لعب مصر المقصة جايب 8 أهداف جون أنتوي في المقصة جايب 7 أهداف وعمر السعيد جايب 7 أهداف من الانتاج الحربي كالديرون الإسماعيلي 6 أهداف ودخل وليد أزارو برسيد 5 أهداف وأعتقد أزارو لو كان موفق أكتر من كده في هذا اللقاء كان ممكن يعدي حتى كل هؤلاء اللي على صدارة ترتيب الدوري العام من الحاجات المهمة جدا اللي كانت ظهرت فيه لقاء MP خلينا روح سريعا أن اتحاد الكرة بفاوض منتخب بولندا طبعا عرفنا قراء الكاس العالم وتحدثنا عليها انبارح بالأمس فيه استاد الأهلي ومصر وقت مع روسيا وأورجوي وملكة العربية السعودية فمنتخب مصر والجهاز الفني أكيد عايز يلعب فرقة بنفس طريقة لعب المنتخب الروسي فتحاد الكرة بيفاوض منتخب بولندا لخوض مباراودية يوم 14 يونيو المقبل قبل انطلاق طبعا البطولة وهنا هتحدث عن بولندا بولندا من أقوى الدور اللي بتقدم كرة دلوقتي وعندها نجوم على على مستوى أشهرهم ليفندوفسكي لعب فريق باير مينيخ بلازكوفسكي واحد بقى من نجوم بروسيا دورتموند عندهم لعيبة تقال المنتخب البولندي لما تبتدي تتفرج على كورتو هو طلع من طابع أوروبا الشرقية في ناحية التنظيم التكتيكي الجيد التنظيم البدني الجيد لا ده دخل فيه حتة كمان أنه عنده لعيبة عندها فوارق عنده واحد من أفضل الفرادة في العالم وعنده صناع لعب على أعلى مستوى فأتمنى أن المنتخب الوطني يحاول أنه يلعب مع فرقة ممكن تكون أوكرانيا أقرب إلى حد كبير وعلى فكرة طبعا أنك تلعب بولندا ده شيء إيجابي يعني في الأول وفي الآخر إيجابي ولكن أوكرانيا ممكن طبعا هي أقرب حاجة للمنتخب الروسي في طريقة اللعب ومن المنتخبات اللي مش ضعيفة قوي بولندا فريق قوي برضو أي احتكاك على مستوى هذه المدرسة هيبقى مفيد ولكن طريقة لعب المنتخب البولندي إلى حد كبير تختلف شوية عن طريقة لعب المنتخب الروسي لأنه بقى عندهم فوارق والفوارق بتفرق كتير جدا في كرة القدم كنت تحدثت مع ديوفي الكرامبي الأمس عن طريقة لعب المنتخب الروسي المنتخب الروسي ما بقاش عنده اللعيب المحترفين في أوروبا أغلبهم بيلعبوا في سبارتاك موسكو وزينة بيرس سبيك وسياسكا موسكو سياسكا موسكو بيشارك في بطولة الشامبينزيك دورة أبطال أوروبا ولكن اللعيب الروس مختلفين ما عندوش إلا يمكن اتنين تلاتة لعيب اللي عندهم فوارق فنية ممكن مثلا نتكلم على اللعب زاجو ويف ممكن نتكلم على اللعب الهدف وكوكرين في خط الهجوم ولكن طريقة وهوية فريق المنتخب الروسي تختلف إلى حد ما عن المنتخب البولندي وياريت كده نحاول نلعب مع أوكرانيا أو نلعب مع فريق أقرب إلى حد ما من المنتخب الروسي لأن انت بتحاول انت تحتكي يعني برضو لازم على المنتخب مصر والتحاد الكرة أنه يزعب إلى مدرسة قريبة من الأورجوي مثلا ألعب باراجوي ألعب شيلي ألعب كولومبيا ماتش ودي لأنه هما إلى حد ما نفس فكر الكرة اللاتينية الكرة الجميرة السريعة اللي بتلعب جيم مفتوح وده حاجة مهمة جدا كانت هنا باريدا كان طالب تقرير من مستر هيكتر كوبر عن ملاعب المونديال ودي حاجة من الحاجات برضو اللي مهمة على الصعيد أنك تتبقى جاهز في كل شيء بحيث أن أنت تكون محضر نفسك قبل ما تروح لمونديال كأس العالم في روسيا بأننا 27 سنة وحلم فعلا كنا منتظرينه سنين وكانت تتمنى تشوفه العين وإن شاء الله نشوف أدي الملاعب أمام حضراتكو ابتدت تظهر في الصورة ملاعب المونديال عندك هذا الملعب أعتقد ده ملعب زنة بيترسبرج واحد من الأكبر الفرق في روسيا روسيا إلى حد ما ممكن تحس أنها متأخرة في كرة الكادمة هو ده ملعب زنة بيترسبرج في موسكو ولكن الروس لما بيحطوا حاجة في دماغهم بيحققوها حتى وهم بيعملوا ده ملعب سبارتاك موسكو نادي سبارتاك موسكو برضو من الفرق القوية هناك وبتدوا يطوروا يعني ممكن تلاقي ملاعب روسيا وما تتفجئوش من اللي أنا هقوله أكثر تطورا من ملاعب إيطاليا نفسها يعني إيطاليا بعد مونديال كاس عالم 90 ما طورتش أي حاجة من ملعبها وده مأثر كتير جدا في الكرة الإيطالية ولكن موسكو وروسيا عشان عندهم كاس عالم طريقة الاستدادت هتبهرك لأن الروس لما بيحط حاجة في دماغهم يعني بينفزوها وهم أول ناس تلعوا الفضاء يعني خلينا برضو نتكلم أنه لسه روسيا من الدول العظمى ولما بتحط حاجة وشوفنا طبعا وجود الرئيس فلاديمير بوتين في القرعة وكان بيتحدث بشكل مميز جدا وكان بيبدي ترحيبه بكل النجوم الأعظام اللي كانوا تم دعوتهم لإجراء القرعة وكان على رأسهم من مصر كابتن حسام حسان هطلع فاصل مع حضراتكو واستقبل ديفي قال الكبير كابتن مصر نادي الأهلي كابتن ربيع السين ما تروحوش بعيد نادي الأهلي حديد موسيقى